صباح الخير مشاهدين الكرام حلقة جديدة من السياسة اليوم الجمعة 26 كنون الثاني 2024 بشرفني رحب بضيفي بالستوديو عضو كتلة التنمية والتحرير سعادة النائب قاسم هاشم صباح الخير سعادتك أهلا وسهلا بحضرتك في هذه الحلقة سنتوقف عند حراك سفراء الخماسية الدولية باتجاه اسمت رئاسة الجمهورية ونسأل هل من مؤشرات تفاؤل أيضا الموازنة العامة التي ستناقش اليوم في بنودها لإقرارها رح نسأل عن اليومين اللي مرقوا دكتور بشكل ومضمون الجلسات الأربعة الوضع عند الحدود الجنوبية في ظل تصاعد الاستهدافات الإسرائيلية وربطا مع ما يجري في غزة أهلا وسهلا بحضرتك رح نبلش بملف الرئاسة بداية يعني السؤال العام هل هناك فعلا شعور داخلي وخارجي مساعد على انضاج تسوية رئاسية في المدى المنظور لسيما وأن هناك من بنى على جلسات مجلس النواب سعادتك بأن الانقسامات لا تزال قائمة وربما أكثر طبعا اليوم الكل مسلم بأمر أساسي أنه نحن بيضل ظروف غير طبيعية ونواجه تحديات على مستوى ما يجري في الجنوب من عدوان وفي المنطقة طبعا بدول حرب الإبادة اللي عم يتعرض لها للشعب الفلسطيني هذا كله بيستدعي طبعا أنه نكون حاضرين ونحن معنيون بدرجة عالية وبشكل أساسي نحن نعيش حالة حرب في الجنوب هذا العدو لا يتوانى عن ارتكاباته الهمجية بشكل يومي ويحاول يوم بعد يوم من توسيع مدى هذا العدوان وحجم هذا العدوان تدميرا ومحاولة لعدم الحياة في الحدود الجنوبية القريبة من الحدود مع فلسطين المحتلة لاعتباراته ولأهدافه وغياته التي لم يستطع الوصول إليها من خلال سياسة التهديد والتهويل التي مارسها وكان يبعث بها عبر طبعا وسطاء أو موفدين على كل المستويات في المرحلة الصابقة هذا كله أوصل كل الكوات السياسية اليوم إلى قناعة أنه لا بد من أن يكون هناك مؤسسات لإعادة انتظام عمل كل المؤسسات الدستورية ولتأخذ دورة اليوم الطبيعي لمقاربة الملفات بما يساهم طبعا بحماية لبنان وتأمين مقاومة صموده ومواكبة كل ما يمكن أن يستجد لأن ما يحصل اليوم في فلسطين من خلال هذه الحرب الإبادة لا بد أن لها نتائج سياسية طالت هذه الحرب أم كسرت بالنهاية هناك نتائج سياسية وتداعيات لهذه الحرب ولبنان معني بشكل أساسي ولا بد أن يكون بجهوزية تامة ولذلك المطلوب طبعا رغم أهمية المستوى الرسمي اليوم الذي يتناغم كلية مع المستوى الشعبي على المستوى أقل الجنوبي وما يتابع من قبل المسؤولين على مستوى دولة الرئيس نبيه ذري من خلال موكبته اليومية ومن خلال لقاءاته مع كل الموفدين والمعنيين الذين طبعا كانوا طوال الأشهر الثلاثة ونيف متواجدين في لبنان لسبب أو لآخر وكذلك موقف الحكومة من خلال ما أعلنه دولة الرئيس نجيب مياتي والذي عبر عن حقيقة الموقف اللبناني والذي يجب أن يكون عليه الموقف اللبناني من خلال طبعا التمسك بعوامل الكوة في لبنان ومن خلال رفض كل المقولات أو المحاولات لأخذ لبنان إلى مكان آخر خدمة للكيان الصهيوني ولتمأنة هذا الكيان وتأمين ما يمكن من مساحات آمنة لهذا الكيان هذا ما تبدى من خلال حركة الموفدين وما أطلقوه في المراحل الأولى من الأدوان الإسرائيلي لذلك طبعا موضوع الرئاسي بهذه الأهمية وهذه المستوى طبعا ولبنان معني قبل أي اتصال آخر كقوة سياسية وللأسف أنا نقول أنه البعض لم يستجب لمبادرات أطلقها دولة الرئيس نبيه بره طوال مرحلة الشغور وهذا ما أوصلنا إلى ما نحن عليه من بعض الإرباق في ظل بعض الاجتهادات والتفسيرات الدستورية وما إلى ذلك وكنا نحن بغنى عنها لو كان هناك فعلا إرادة لدى البعض واستجابة لمتطلبات الخروج من هذا المأزق الدستوري على مستوى الشغور وطبعا لبى دعوة اللقاء أو التشاور أنه البعض ممكن ما بيستصير الحوار صحيح للأسف فيلم خساسة تحت شعارات البعد عن الدستور يعني حدا من هاليومين قال أنه إيه؟ الدستور ما بيقول بالحوار بل الدستور ما بيملع الحوار ولكن في منطق في هذا البلد وهو تركيبة هذا البلد تركيبة هذا البلد قائمة على الحوار بين مكوناته هذه التجارب التاريخية علمتنا أنه نحن ملفاتنا الكثيرة في لحظات معينة لم نصل إلى تفاهم حوله أو مناقشته أو وصول لمعالجة الكثير من الفلات إلا عبر حوار بين مكوناته حتى وصول للطائف اللي بيحكي بيطلع بيتغنى بالدستور هذا الدستور اللي عم تحكي فيه يا أفندي ويا بايكو يا أستيزو هذا لم يكن إلا نتاج حوار بين المكونات اللبنانية هذا كان نتاج حوار هذا الدستور اللي منتغنى فيه وعم نحكي فيه ومنتمسك فيه أنه الدستور ووفق الدستور هذا الدستور بني على قاعدة واضحة وهي القاعدة الحوارية اللي أسست له بكل أبعادها طبعا اليوم اللي دفع طبعا بعض المعنيين أو المهتمين بنا نقول بالواقع اللبناني لكل غايته وأسبابه ودوافعه بإمكانية المساعدة في إخراج لبنان من أزمة الشغور الرئاسي ولكن في كل الأحوال أي انتقن المبادرات وحجم هذه المبادرات ومستوى هذه المبادرات بالنهاية المسؤولية مسؤوليتنا واللبنانيين هم من سنتخبون هذا الرئيس يعني لا تحل محل إرادة اللبنانيين في عامل قد يكون هناك عامل مساعد لا أكثر ولا أقل ولكن بالنهاية لا يمكن فرض أي إرادة إذا تكرست قناعات لدى الكتل النيابية والقوى السياسية والأفراد كذلك الأمر بأي اتجاه اللي كان حول الشخصية حول طبعا قد يكون هناك مساعدة كما نرى اليوم من بعض الحراق خصوصا اللجنة الخماسية لليوم أعدت تنشيط حراقه بعد بداية السنة وكان هناك لقاءات طبعا فرادة مع دولة رئيس نبيه بري وتم تأجيل الاجتماع المشترك لأسبابهم وأسباب إلى علاقة بطبيعة هذا اللجنة وكيفية عملها يمكن أو قيل أنه حول التوقيت لأي سبب اللي كان المهم الأهم هو طبعا أن هناك نية بمساعدة لبنان للخروج من الأزمة اليوم إيه؟ في إعادة فعالية لهذا الحراق أو غيره قد يكون هناك مستويات أخرى طبعا متكاملة في إطار اللجنة الخماسية أو مبادرات تانية تساهم وتكون بشكل منفرد عن اللجنة إيه؟ اليوم فينا نقول في إعادة تفعيل جديدة قد تكون عامل بكل الأحوال أي تحرك اليوم علينا أن ننظر إلى من الزاوية الإيجابية لأنه المطلوب أنه ننظر للأمور بإيجابية والمطلوب أنه نحن نترفع كمان كلبنانيين عن بعض المصالح ولأنه للظرف غير طبيعي ولأنه طبعا لبنان والمنطقة اليوم عابي مروا بصروف ما نعرف وين تاخذنا بالنهاية وقد نكون أمام مرحلة جديدة من التعاطي على مستوى أزمات المنطقة بشكل عام لأن نكون واقعيين اليوم ما حصل بعد 27 أحياء قضية الشعب الفلسطيني والعالم اليوم كله حاضر للتطلع إلى فلسطين وما يحصل يعني اليوم في محكمة العدل الدولية تمام هذا يؤسس عليها وما قد ينتج عنها فكل ما يجري اليوم وضع قضية الشعب الفلسطيني في إطار المعالجة التي لا بد أن ينتصر العالم الحر إلى عدالة وأحقية هذه القضية فهذا يعني بأكد ونحن لا شك معنيين بما صار الصراع مع هذا العدو نحن صحيح على مستوى القضية ولكن معنيين بشكل مباشر اليوم نحن نعيش هذه الحرب في كورونا وبلداتنا الجنوبية ونحن معنيين على مستوى الصراع لأنه جزء من أرضنا بعده محتل وهذا العدو بعده واغع بلدنا على دائرة التصويب طيب دكتور من خلال حديثك هل من طرح صيغة جديدة للحل السياسي أو حل أزمة الرئاسة يعني أقل تمهيد لهذه الصيغة لأنه اللي حضرتك تفضلت فيه المشهد الإقليمي اليوم قبل غزة ليس كما بعده فيه طرح جديد يختلف عن الطرح اللي كان سابق يعني بالسابق لكنا نعرفه من الخماسية الدولية وضعوا معايير للشخصية العتيدة التي ستتولى رئاسة الجمهورية فيه طرح جديد اليوم يمكن أن يشكل نقطة مشتركة للانطلاق بحل هذه الأزمة بين الأفريقاء السياسيين يعني بأعتقد بعدنا بزيط المطار في موضوع المفاهيم اللي كان عم ينبحث فيها في كيفية الخروج من الأزمة أقل هو طبعا وضع المعايير المعايير هي الأساس بالأساس بداية طرح المبادرات دولة الرئيس كان طرح موضوع مواصفات لنتطفق على المواصفات ولم يكن هناك أي اسم أو تمسك بأي اسم على الإطلاق كان واضح إذا ما تفهمنا على هذه المواصفات هذه المواصفات ليس بالضرورة أن تنطبق على شخصية وحدة قد تكون أكتر من شخصية فما دمنا تتفقنا على هذه المواصفات ورأينا في هذه الشخصية أو أكتر من الشخصية تنطبق عليها هذه المواصفات فكل مسلم بأن بالنهاية صندوق الاجتراحي بدأتكون الفاصل واليوم اللجنة الخماسية أو بعض ما يطرح من أفكار تتمحور حول طبعا مفاهيم معينة وليس حول أسماء وهذا ما سمعناه بشكل واضح من بعض السفراء اللجنة الخماسية من خلال لقاءاتهم وزياراتهم للمسؤولين اللبنانيين أنه هن يتحدثون حول معايير معينة ممكن تشكل قواسم مشتركة بين اللبنانيين ولكن لن يدخلوا في لعبة الأسماء تبقى الأسماء هي طبعا بيد اللبنانيين لأنه خيار لقالهم بالنهاية من هون مسؤولية مضاعفة على اللبنانيين أيا تكون المساعي الخارجي وحدود تعطيها مع الأسماء طيب يعني إذا اليوم بدنا نفوت بشكل مفصل أكتر يوم السنائي يعني لا يزال على موقفه من ترشيح الوزير اسلامين فرنجية يعني حتى إلى هل من تغيير بهذا الموقف أو تعديل بهذا الموقف لأنه البعض يرى أو المعارضون لسلامين فرنجية يكررون في موقفهم بأن هناك تسوية كبيرة بمغازات البحث في ملف الحدود شو رأيك بالحكي؟ يعني الموضوع منفصل وأعتقد حتى فريقنا كان واضح أنه يعني هذا من باب الاجتهاد أو التحليل الخارج للمنطق ربط الأمور ببعضها أو ما يجري في الجنوب أو الفلسطيني اليوم ربطه بموضوع رئاسة الجمهورية العكس نحن دعمنا لشخصية محددة هو نتيجة قناعة بمبادئ وسوابة سياسية وخيارات سياسية لأكثر والأقل لأنه اليوم الموضوع ضمن هذه المفاهيم بيتم الالتزام فيها أو تحديد موقف أي فريق والفريق الآخر عنده آراءه كمان هو عم ينطلق منها المفترض بالبداية كنا عم نفتش وين القواسم المشتركة وين ممكن نحن نتلاقى على هذه القواسم لتكون هي عامل الفصل بالنهاية وقال لا بحالة الانقسام اللي عم نعيشها اليوم إذا بقينا كل فريق في مكانه بعد تجربة 12 جلسة خصوصا الجلسة الأخيرة خلينا نقول نحن لم يكن بالعكس البعض الفريق كان رهانه أبعد يعني خيب ظنه نحن بالعكس تماما كانت حتى بالأصوات حتى بالعدد هيا حدوده ما بين أو أقل منه خلينا نكونوا واضحين بينا مع العكس تماما فريق كان رهانه على المستوى الأعلى خاب ظنه بعد النتجة وهذا يعني هذا الجلسة الأخيرة أثبت أنه لا نحن بحاجة لنفتش ما هو مشترك بين الجميع وإننا محكمين بالتوافق بالنهاية ولو استمرنا لا بجلسة واثنين ودورات متتالي وأد ما يكون يعني هذه بس فقط لمرات صحيح قد يكون منطقة ديمقراطية ولكن هو مرات كتير بيكون فقط من باب الاستهلاك الشعبوي لا أكتر ولا أقل لأنه مثل ما بقوله الأمور تقرأ من عنوينها فكانت الجلسة عنوان وواضح أنه لا لو تكررت الجلسة بهذا المستوى وعاء بذات الإسلوب ما رح نوصل للنتجة نعم يعني هيدا بيقول أنه لا أحد اليوم يمكن أن يأتي برئيس الجمهورية إلا عبر التوافق نحن نتبين أنه التوافق والتفاهم هو أسرع وأقصر الطرق لإنهاء حالة الشغور ونحن بحاجة لإنهاء حالة الشغور اليوم قبل بكرة ومبارح قبل اليوم في ظل يعني هذه التركيبة السياسية اللبنانية في اليوم حزمي نحن نحن نعيش واقع مختلف عن بداية حالة الشغور يمكن كانت الأمور أريح على أكتر من مستوى حتى أمورنا عم تتفاقم وعم تتراقم بأزماتنا بكافة الاقتصادية والاجتماعية وواقع الناس اللي يمكن وبعض ما بدوا يشوفوا نحن اليوم نعيش حالة حربه ما نعرف وين بتاخدنا هذا عدو متهور مغامر قد يكون يعد العد ليس فقط توسيع مساحة عدوانه إنما لإقحام المنطقة بحرب أقليمية أو أوسع من ذلك ومحاولة توريب كل العالم لأن هذا العدو عم يعيش عزمات بحكومته بأركانه ومحاول بشكل أو بآخر أنه يصدر هذه الأزمة خارج حدود هذا الكيان نعم طيب دكتور بالأمس النائب علي حسن خليل بملف الرئاسة أعلن الاستعداد لتقديم تفاهم أشمل لتسهيل عملية انتخاب رئيس الجمهورية شو يعني تفاهم أشمل؟ يعني بأعتقد أنه المقصود هو تفاهم حول كل القضايا يعني حتى اليوم إذا كنا بنروح على نحن عم نقول لأنه نحن مضطرين نروح على تفاهم لأنه نحل أزمة الشغول بأسرع وقت قد يحتاج إلى هذا الأمر إلى تفاهم حول كل ما يتعلق بموقع هذه الرئاسة بعد انها هي حالة الشغول لأنه هذه بيستدبعها ممكن طبعا نفتح على أزمات أخرى انتهينا من رئاسة الجمهورية في رئاسة الحكومة في شكل الحكومة في الملفات العالقة في سياسة الحكومة التي بدأت تتبع خصوصا بهذه اللحظة نحن عم نقول قدام مرحلة مصيرية اليوم الشعارات كثير يعني شعارات طنانة البعض بحاول فقط لضر الرماد في العيون الحديث حول الألف سبعمائة واحد هذا بيحتاج موضوع إذا ما ما فتحت الأمور بعد أن ترخي هذه الحرب بضلالة وتتوقف على كيفية حل مسألة الحدود أو النقاط التي تم الحديث عنها وبعض الأفكار ليترح بعض الموفدين أنه يتركوا أحد النقاط عالقة مثل موضوع مزارع شبع مثلا اللي هو هذا خارج إطار أي بحث مفترض يكون لأنه هذا يجب أن يكون نقطة البداية في أي بحث في موضوع ما بعد الأزمة أو في مقاربة القضايا الأساسية وخصوصا مسألة الحدود ومسألة الصراع مع هذا العدود طيب دكتور هذا يعني حنحكي بمسألة الجنوب والألف سبعمائة واحد والنقاط والمناطق المحتلة بشكل مفصل أكتر وحضرتك يعني ملف مزارع شبعة يعني كافي وواف اهتمامك في بس بدي إذا سمحت حكيت عن سلة متكاملة يمكن يعني يحيي عنه النائب علي حسن خليل التفاهم الأشمل هو السلة المتكاملة اليوم نتفق على شخصية هذا الرئيس وعلى شخصية رئيس الحكومة لأنه نخلص من نمطب الرئاسة من نروح على نمطب الرئاسة وعننا بالتجربة بالتجربة نحن كمان لأنه الظرف ما بيسمح بأنه نبقى شهور أو أيام طويلة لنوصل لتسمية رئيس حكومة أو حتى تشكيل حكومة والبيانة الوزارة هذا كله كان يستهلك وقت اليوم ظروف البلد ما بتسمح لما بدنا طبعا نروح على حل أزمة الشغور بدنا نكون حاضرين وجاهزين لورش عمل فوق العادي بفعالية تكون ناشطة لأنه أزماتنا عم تتفاقم وعم تتراقم وعم نشوف الأزمات الحياتية والمعيشية وملفات يعني من وين من أزمة الرواتب اليوم حتى نحن ببعض الضرائب وغيره وغيره اليوم في الموازنة كانت عم ضرائب وغيره رسوم 46 ضعف بالوقت اللي نحن بالمساعدات اللي عم تتقدم للقطاع العام وللأجهزة للأمنين العسكرية هو أدى سبع أضعاف أو ثلاث أضعاف أو سعى عشر أضعاف حتى بالوقت اللي 46 ضعف عم تتضاعف الضرائب لا هذا غياب غياب مطلق للعدالة ولحقوق موظفي الكطاع العام طبعا اللي هن اليوم لأنه حتى ما نفصل بين بالكطاع العام بين العاملين وبين المتقعدين لأنه من حقهم كمان المتقعدين لأنه لما كان عمين حسب من رواتبهم هو لحتى عيشوا حياة طبعا كريمة بعد تقاعدهم للأسف اليوم أصبحت هباء هيدا هيدا ملف لحاله ملف نتقعدين بكل صحيح نحن بس عم نقول عم نعدي الملفات اللي هي مفترض أن تكون هناك معالج لألة سريعة وما تنتظر حتى وبعتقد الموضوع حتى نتأمل ما يطول أمر الشغور وإن كان طبعا الظروف ما ساعدت هذا الموضوع ما بيحتمل التأجيل كتير وبعتقد حتى لكل القوى وكل الكتال النيابية خلال مناقشة البيان الشغور الموازني خلال يومان الماضيين طيب دكتور تسمح لنا نتوقف مع فاصل الأول ومنتابع النقاش مع حضرتك بليئة ملفات أخرى مشاهدينا فاصل قصير ونعود مجددا نبرح فيكم مشاهدينا الكرام بالجزء الثاني من السياسة اليوم وجدد ترحيب بحضرتك دكتور أسم هاشم عضو كتلة التنمية والتحرير أهلا وسهلا بحضرتك دكتور لنبلش نختم بس بملف الرئاسة لنروح على يعني شؤون حياتية اليوم ترتبط بمسألة أقرار الموازنة موقف الرئيس السابق للحزب التقدم الاشتراكي وليد جنبلاط بأنه لا يعارض حتى وصول أي كان حتى لو يعني الوزير السلامي الفرنجي كيف كيف قريته برح مش مستغرب علينا مش مستغرب علينا أبدا وما استرجلنا من كل النواحي هذا تاريخ وليد جنبلاط بالمحطات الموصلية وباللحظات الدقيقة كراءته موضوعية وواقعية وطبعا هو بقارب بالموضوع من زاوية المصلحة للجامعة دائما كان ومش جديد يعني هذا الأمر وده يعني اللي بيراهن على موائف وليد جنبلاط بغير هذا المستوى بيكون ما بيعرف وما بيعرف لا تاريخه ولا تاريخ هذا البيت اللي هو انتمائه وطني عروبي مقاوم عبر التاريخ وهذا السياق التاريخي هذه حقيقة ما حدا فيه يطلع منها ومهما كانت الاستثناءات طبعا هذه قاعدة اساسية في مواقفه في كيفية التحكم بهذا المواقف هي القضايا الاساسية اللي بتخليه ياخذ المواقف المفصلية بالقضايا الوطنية والقضايا العربية وموضوع الفلسطيني مثلا هو اساسه منطلاق ولا مرة كان خارج هذا السياق الا في المقدمة ويمكن ويمكن رهان البعض على مواقف ملتبسة في القضايا المصالية لوليد جنبلاط كانت خارج السياق وخارج التوقف هل يمكن أن يقنع رئيس اللقاء الديمقراطي وبعض أعضاء اللقاء الديمقراطي بسلامان فرنجية مع حفظ هذا موضوع داخلي سابق الأوان بس بأعتقد باللحظة المناسبة بيكون القرار الصائب واللي بيخدم مصلحة البلد لأنه اليوم مثل هذا الرأي إجا بهذه اللحظة اللي بتحتم ضرورة طبعا الابتعاد عن بعض القضايا الجانبية وتطلع إلى ما هو الجامع وإلى ما يخلص البلد من أزماته ويساهم في ذلك بأسرع وقت وخلالها موضوع رئيسة الجمهورية سؤال عن من يعارض وصول الوزير الإسلامية الفرنجية هو لماذا؟ لأن السنائي هو من رشحه يعني بسبب من رشحه وليس لشخص الوزير الفرنجية طبعا هذا موضوع أساسي للأسف للأسف أنه ما عم تطلع على المصلحة رغم أنه بمواصفات الشخصية تم الإشادة فيها إنما بالخلفية السياسية وبالقناعات السياسية وعلى العكس تماما مفترض يكون لأنه اليوم الثابت على موقفه وخياراته السياسية وصدق قويته وانتماءه السياسي هذا بقارب المواضيع بصدقية ووضوح ومكاشفي وهذا بسهل سهل التعاطي معه بكون على العكس ما بتتوقع البعض وقد يكون التفاهم أسهل وأسرع وأفضل للبلد طيب مبارح رئيس حزب القوات بالسؤال عن لماذا يعارض وصول الوزير اسلامان فرنجية جواب هيك جواب صغير ومقتضب أنه لجرب لمجرب يعني باعتقد مقاربة صحيحة لا أبدا أبدا هذا رأي للأسف أنه وإذا ما بنا نرجع ما بنا نفتح هذه الملفات لأنه لجرب اللي بدو يحكي بيجرب لمجرب باعتقد إذا كان في لوم على هذه المرحلة اللي امرأنا فيها في مسؤولية بيتحملها بالدرجة الأولى وليس الفريق أقله لسنا نحن في كتلة التنمية والتحريط وكل يعرف موقفنا ومقاربتنا لكل المرحلة السابقة نحن بيغنى اليوم عن إعادة فتح هذه الملفات وطبعا مثل هذه المقاربة هي خطة تماما طيب دكتور اليوم الوضع في الجنوب برأيك هل سيزيد المعارضون لمرشح السنائي تمسكا بمعارضتهم للوزير الفرنجية يعني وحتى إذا بدوا يبلش حوارات سنائية وسلسية بهذا الموضوع هذا الموضوع رح يكون يعني رح يكون موضع رفض أكبر لأنه هن بيعتبروا أنه يعني هذا الانتصار هذا الصمود هذه المواجهة للمقاومة وربما يعني الوضع بنحكي فيه لبناخد رأيك فيه بعدين بغزة ولبنان يتجه إلى حل سياسي وهيدا الحل السياسي رح يكرس يعني حضور أكبر للمقاومة إن ميد عسكريا أو حتى بالمشهد السياسي هيدا الموضوع يقلق المعارضون لوصول الوزير الفرنجية طبعاً طبعاً قد يكون كذلك لأنه البعض طبعاً بيخشى وصول شخصية قوية باستندي لعوامل قوة لأسباب إذا ما نناش نقول إديولوجية بالحد الأدنى إنما بمصالح سياسية وارتباطات سياسية لا أكتر ولا أقل طبعاً وللأسف يعني النؤاب أي شخصية بده يتم التعاطي معها بده يكون عندها قناعة بملفات معينة وبتوجهات معينة ومنها على المثال يذكر موضوع القرارات الدولية لش مين قال إنه ضد القرارات الدولية من هذا الفريق على العكس تماماً الكراءة من زاوية المصلحة الوطنية لهذه القرارات الدولية يجب أن تكون برؤية واحدة موحدة ليس بأراء مختلفة ومقاربات متباعدة لأنه واشاً للألف وسبعمائة وواحد البعض يطرح المواضيع من زاوية تخدم مصلحة الآخر حتى العدو للأسف عندما نقول فقط يشوف القرار الدولي من زاوية ما يخدم الرؤية الثانية مش المصلحة الوطنية علماً أنه في مصلحة للبلد اليوم في بعض القرارات خصوصاً القرار أفصمي بواحد لأنه لبنان دائماً متمسكين بتنفيذ القرار أفصمي بواحد نحن شو علينا بالألف أفصمي بواحد هذا القرار الذي لم يلتزم بأي بند من بنوده هذا العدو من 17 سنة لحد اليوم طبعاً لكن طبعاً البعض بده يراعي مواقف الخارج وتحت أي شعار أو مبرر أو زريعة وهي خارج منطق المصلحة الوطنية طيب يعني إذا كان البعض يتهم الوزير الفرنجية بأنه قال يوماً عم بحكي تحديداً عن القوات أنه هو يعني بده يفتح العلاقات مع سوريا هناك ملفات عالقة بدأت تتناقش مع الدولة السورية عم بحكي مع رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة يعني مع المواقع الرسمية هيدا تهمة هيدا تهمة للوزير الفرنجي يعني حتى أمنياً حتى أمنياً نعم موضوع اليوم موضوع الأمني نحن ننسى أنه موضوع الأخوة السوريين النازحين السوريين طبعاً واللي عم كل يوم عم نسمع صرخة اللبنانيين بكل مستوياتهم وبكل انتماءاتهم حول خلل هنا وخلل هناك نتيجة هذا الوجود الذي أصبح لابد من معالجته وفق الأطر المطلوبة وهذا شو بيتطلب بيتطلب علاقات أخوية صحيحة بين لبنان وسوريا ومقاربات مصلحية مشتركة وتواصل طبعاً وهذا إذا في حدا طبعاً لا يؤمن بكل ذلك كيف بده يحل الأزمات كيف بده يؤمن مصلحة البلد أو أنه لا بده يبقى بتوجهه وبعدائته وبده يحول هذه الخلفية السياسية طبعاً لترجمة واقعي بيكون أدخل البلد بأزمة جديدة نحن بغنى عنا وأدخلنا بإشكاليات ما بنارف لن نتخذنا كماناً نحن نحن على العكس تماماً اليوم أي شخصية مفترضة يكون تتكرس عند قناعات أنه العلاقة مع سوريا يجب أن تكون على أفضل هذا لمصلحة البلد مش مصلحة المشتركة فقط مصلحة لنانسورية علماً أنه مصلحة لبنان والسورية المشتركة هي تخدمنا كمان نحن كلبنانيين أكثر من سوريا طيب طالما يعني كان الرئيس نبيه بره هيك يشرح بأزمة الرئاسة يقول أن الخلاف ماروني ماروني بمعنى طبعاً على المستوى السياسي يعني إذا بس هناك عم نشوف في اختلاف بيعني معايير المعارضة لوصول الوزير الفرنجية بمعنى أنه حزب القوات مثل ما ذكرنا أنه هو قال أنه يعني هو يريد الانفتاح أكثر على سوريا وهو مرشح حزب الله تحديداً بالنسبة يعني معارضة القوات شو معارضة التيار الوطني الحر الوزير بسيل ليه عم بعارض وصول الوزير الفرنجية وزاره وزاره بخلال جولاته من كم شهر يمكن مش موضوع ما بدأ من زاوية المناكفة السياسية والمصلحة السياسية الدايئة لا أكثر ولا أقل من باب المنافسة المارونية مثل ما كاعب عاكد دوتا أنه الأزمة مسيحية 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 ومارونية مارونية أكثر مأنه مش مسيحية مسيحية مارونية مارونية أكثر مأنه لأنه لو بننسلم بالتفاهم اللي حصل مع بداية أزمة الشغور مرحلة ما قبل 2016 بداية 2014 واللقاءات اللي كانت تحصل برعاية بكركي فتم التفاهم أنه أنه هالأربعة تفاهم على أربعة من يكون هو يمثل الجميع يعني مثل أقول بعربي شو عدم ما بدأ يعني لا تغيرت هذه المبادئ اللي تم التفاهم عليها وإلا يعني كان في شي لا من الواقع ما ما نقول أكتر يعني وصول لما هو أكتر نحنا ما بدنا ناخد الأمور إلى أبعد لكن ما بدنا نقول فيه انقلاب صار لكان على ما تم التفاهم عليه وهذا صار بكركي مش بمكان آخر باجتماع بمكان طبعا بس إله مفترض بيكون إله قدسية الالتزام بما تم التفاهم والتوافق عليه للأسف طبعا المصالح دايما المصالح الضيئة ومصالح حزبية والمصالح الشخصية هي اللي بتتغلب على الكثير من المبادئ بكثير من المحطات هل يمكن أن يعني يلعب بعض سفراء الخماسية الدولية هيدا الدور يوم بتقاطع لدى الأفريقاء المسيحيين الأحزاب المسيحية ممكن لننتظر لأنه فيه شخصية لبنانية يمكن أن يعني تكون هيك تلعب هيدا دور الوساطة وتخلي اليوم هذه الأحزاب يعني تتقاطع على اسم شفنا بجلسة الـ 12 14 حزيران يعني تم التقاطع بس ما بتوصل لنتيجي يعني رغم هذا التقاطع ما بيرح هذا الموضوع هذا الموضوع موضوع وطني بامتياز بد لغم هذا التوافق ولكن هذا بده يحتاج لتوافق وتفاهم وطني عام وموقع رئيس الجمهورية نحن نقول بده تفاهم يساهم ويساعد بشكل أي تقارب مروني مروني مسيحي صحيح ولكن طبعا القضية ليست بهذه الحد فقط إنما هذا الموضوع موضوع وطني يعني كل لبناني كل فرقاء وكل المكونات بأن هذا هذا الموكع موكع للبنانيين وإن كانت تركيب اللبنانية تفرض لون معين طبعا لكن للأسف نتأمل أنه نوصل بيوم من الأيام نكون بأي جيل من الأجيال ما بنعرف وين نوصل بس لا المفترض أنه نوصل فعلا للغاء الطائفية حتى نعلم شوهية المواطنة الحقيقية اللي احنا ما قدرنا اليوم عم نحكي ونحكي مفاهيم وكيف بنى وبعض الأفكار اللي عم تنطرح لأخذ لبنان لما كان آخر أنه نحنا لليوم ما تفهمنا وما حددنا على الأقل مفاهيم المواطنين الحقيقية صحيح طيب دكتور فيه اتصالات عم بتصير مع حزب الكوات لأنه البعض بلش يبني يعني على هيدا السؤال من ما قبل جلسة التمديد لقائد الجيش اتصالات محددة بأضايا وملفات معينة اللي هي بتستوجب يعني اليوم أضايا اللي تنترح بالمجلس النواب أو بالليجان أو بالهيئة العامة تطلب طبعا تواصل وفيه تواصل وفيه حكي يومي ما فيه قطيعة أبدا وعلاقات أكتر من طيبة وأكتر من طبيعية وفيه نقاش حول أي ملف وأي نقطة وأي بند حتى هلأ بجلسات مناقشة الموازنة فيه أراء متبادلة وفيه كلام كثير حول أي بند وأي مد مواد ممكن يتم التفاهم عليها قبل ما نفوت بأي أشكالية وهذا اللي حصل بمناقشة الموازنة بلجنة المال والموازنة على جلسات متتالية وكان فيه طبعا هذي التواصل بهذا المستوى موجود منه مقطوع أبدا والعلاقات علاقات عادية وطبيعية لأنه غمز يعني من شيء ثلاث أسابيع دكتور جعجع لموضوع أنه الاتصالات الصناعية هو كان عم بيقول طولة حوار بلا طعمة ما حتجيب نتجة ربما التواصل الصناعية يعني أو الاتصالات الصناعية يمكن يعني كمان ما بدنا ناخد موضوع التواصل الصناعية ونحطه بزاوية معينة وتكريس مفهوم محدد ودون الخروج منه لأنه حتى بمبادرات دكتور رئيس بري المتتالية ولا مرة حدد أنه هذه الطاولة قد تكون طاولة مستديرة أو طاولة مستطيلة أو شكل الطاولة أو عدد يمكن هو حاطة كان راسم خارطة معينة آلية معينة أسلوب معين لم يطرح هذا الأمر ومن قال أنه كان ممكن يكون في طاولة وموضوع كان يستدعي تواصل وتشاول بالأسف يعني البعض رفض منطق الحوار بدون الوصول للشكل والأسلوب والآلية هو الحوار اللي بده يرفض مبدأ الحوار بالنهاية فرفضوا من المبدأ لأنه الأجواء الأقليمية والدولية كانت كانت رهان وطبعا نحن ما بنغفل ما بنقول ومنتقسل دائما أنه بعض الآدان تصغي بكتير من المحطات لهذا الرأي أو ذاك الخارجي بنكون صراحين يعني واللي بيقول نحن ما بنطعط ما في حدا ما بيطعط العلاقات كل الناس عندها علاقات بدون استثناء بس طبعا بالنهاية بننرجع لداخلنا وبنن نشوف نحن هذه أمورنا وأي أن يكون رأي الخارج يجب أن تكون قناعاتنا هي الأساس اللي بدون بنى عليها أي موقف أن نتخدم من قربطنا لأي ملف ملفات كوان رئيسة الجمهورية أو غير رئيسة الجمهورية طيب دكتور خلينا هيك يعني ننتقل للملفات الحياتية اللي بتهم العالم اليوم رح تكره موازنة 2024 ذكرت حضرتها على عليتها على شو ما بتحمل آه شو أنتو نقلتوها بلجنة المال والموازنة يعني المشروع نقلتوه من سيء جدا إلى شو سيء يعني إلى الضرورة خلينا نرور هذي هو أحسن يمكن عم جد مثل ما عم نسمى هذي هذي موازنة ضرورة اليوم الظروف بتحتم أنه يكون عندنا موازنة وفق الأصول ويمكن من السنوات مثل ما صار معروف والناس صارت عارفة أنه هذي الحكومة يمكن اليوم الإيجابية الأساسية قبل ما نحكي أو إن حكى أنه والله إجت موازنة تققلة بالضرائب والرسوم وتهلك الناس أقلوا الموازنة أجت بالمهلة الدستورية وهذا اللي افتقدت له الحكومات السابقة لأول مرة من السنوات أنه في موازنة ترسل للمجلس النيابي ببداية عقدة شريط وفق المادي 83 دستور اللي بتأكد على ذلك طبعا لأنه هذي لاش عم نأكد لأنه هذي مسؤولية الحكومة وقيلت طيره أنه في تحويل يعني لتبرير حضور فريق معين أو كتلة معينة تقدمت باقتراح للموازنة هارتاة دستورية الما موجود لا تسبق ولا ممكن تصير المادي المادي الدستورية المادي 83 واضحة أنه بإلزام الحكومة أنه ترسل مشروع الموازنة ترسل الموازنة بالنفقات والمداخيل مع بداية المجلس للسنة لاش اقترح هكي الوزير باسيل لي اقترح هكي يعني شو هو عم يعتبر أن الحكومة حتى بإعداد مشروع الموازنة عم تتخطى صلاحيات تصريف الأعمال مش بس تصريف الأعمال وبالشكل وكمان هذا مش صحيح يعني حتى فيه كتير مفاهيم ما فيه سابقة يعني فيه كتير مفاهيم مغلوطة عم تنترح ومرات يمكن حتى الرأي العام مش في الكلمة طلع على تفاصيل المواد الدستورية وما هكي بيحاول وتضليل للناس أنه والله بحلال خلوه سدة الرئاسة يعني بحالة الشغور أنه قرارات الحكومة الحكومة بيكون مجتمعا مش صحيح الحكي مادة 62 واضحة بالدستور في حال خلوه سدة الرئاسة تنوط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة تم بمجلس الوزراء مجلس الوزراء فيه إليه ليجتمع فيها مجلس الوزراء 24 وزير اليوم الإليه مش 24 وزير اللي اجتمعوا ليكون ليكون مجلس الوزراء قانوني دستوري شرعي باجتماعاته بتلتين وبيجتمع تلتين وبيجتمع يعني ولا مرة ولا ضب الضرورة ولا أبدا بيفرض أنه يكون فيه 24 وزير ليجتمع والقرارات اللي بيتخذها الأليل اللي بتحكم القرارات بيتخذها مجلس الوزراء هذا مجلس الوزراء صارت صلاحيات رئيس الجمهوري عند مجلس الوزراء عند هؤ اللي اجتمعوا يمكن يكونوا 16 أو 17 من أصل 24 مش 24 يبيتخذوا قرارات شو الألية من ضمن هؤ شو اللي بيتخذ نص منه بيتخذ القرارات صار القرارات آنونية ودستورية وفق أي آلية هلأ هذي اليوم عم نشوف حرب الاجتهادات هذي اجتهادات نحنا للأسف اليوم عم نشوف نحنا تفسيرات واجتهادات لأصغر من المواد الدستورية يعني مثل يعني المادة عم نقول أنه تقدم اقتراع المادة 83 واضحة كمان المجلس النية بأنه هيئة ناحبة لا مش صحيح وانا شو هل الكلام حتى المادة 75 لذي زملائنا يعني استنادا يعني ومنصر معك اليوم كل اسبوع وكل جلسة هالمندوحة استنادا للمادة 34 75 75 تقول أن المجلس الملتأم لانتخاب رئيس الجمهوري يعتبر هيئة الملتأم لما يكون في دعوة لا انتخاب بعدها المجلس جلساته منتظمة وفق أحكام المادة 49 و73 دستور التزم فيها دوت الرئيس ودعا قبل شهرين من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية فانتفت كل مبررات الكلام حول أن المجلس دائما هيئة نخبي لا مش صحيح هيئة نخبي وحتى البعض كان دائما شو يطالب أن يكون التفسير عند المجلس الدستوري المجلس الدستوري حتى أجازة المجلس النيابي أن بالتشريع في أي ظرف من الظروف إضافي للعرف اللي تكرس مش من هلأ من 2008 ومن 2014 و2016 وما إلى ذلك وجلسات وأوانين أقرد ما يقرب 75 قنون أقرد حين قبل المرحلة يعني قبل 2023 طيب دكتور نتوقف مع فاصل أخير ونستكمل هذه الحلقة مشاهدين فاصل قصير ونعود مجدد أنا برحفينكم مشاهدين الكرام بالجزء الأخير من السياسة اليوم أجدد الترحيب بحضرتك سعدت النائب أسم هاشم أهلا وسهلا سعدتك خلينا نختم بمسألة الموازنة رح تكون سلسة أقرار الموازنة اليوم يعني بقى أعتقد المواد الموازنة أنه اليوم فيه مناقشة المواد الموازنة صحيح المناقشة العامية خلصنا بواقع الموازنة بند بند اليوم يوم بند بند شو البند اللي اليوم برأيناك رح يعمل هذه الموازنة هذه الموازنة هذه الموازنة وتقرير رئيس الليجنة كان واضح صحنا أدى تم تشذيبها وأدى تم تم حيصة وتدقيق فيها ومراعاة الإيرادات بحدود ما تتقل كهل المواطن وما تحمله أعباء إضافية لأننا بظروف غير طبيعية وبالظروف الطبيعية ما بنزيد الأعباء والضرائب والرسوم على الناس بنا نقدم خدمات للناس بنا نخفف على الناس علما أنه حتى بالكتاع العام ما عدلنا بالرواتب عم نحملهم إضافات اليوم بدون تقديمات صحيح نحن عم قلنا أنه قدمنا لهم سبع أضعاف بس نحن في محلات في الدرائب والرسوم عم نزيد ستة واربعين ضعف نعم طب وين العدالة هون الكلام اللي لازم ياخد مجرى وتلتزم الحكومة أنه ما تتأخر كتير بالتعديل الرواتب لأنه ما بيجوز يعني بعتقد وقالها الساعة المجلس بدون تحمل المسؤولية والكتل النيابية وبدأت شوف شو المخرج فيه قدرة على تعديل الرواتب دكتور يعني كمان عم تطلبوا المستحيل شيء أنتو اليوم من الحكومة لا هذا حق وهذا مبدأ العدالة صحيح مبدأ النظر عن مبدأ العدالة قادرة هذه الحكومة أن يعني تزيد من الإيرادات يعني اليوم بتزيد يعني تحسين رواتب القطاع في محلات ونقال فيه أبواب كتير وانطرحت أبواب وفيه إمكانية أنه تنطرح لاحقا اقتراحات قوانين لتأمين إيرادات إضافية من كتير من الكتاعات من كتير من الزواريب الهدر خلينا نقول المنا مرئية بعد كتير يعني ترتدت بالإصلاح الأقتصادي اليوم بالإصلاح المالي وبدأ آليات قانونية مش بس أفكار تنطرح هذه الأفكار بدأت تترجم تترجم باقتراحاته وبالنهاية بقوانين حتى يكون إلى مفاعل وإلا تبقى أفكار دون جدوى بالمقابل بيكون كمان فيه إمكانية إنه مش بس ما ننقمن مداخيل بالمقابل فيه خدمات للناس لازم تتأمن كذلك وحقوق بالنهاية فيه طبعا الموازنة المواد ده فيه كتير بده بعد بحث وفيه بعض المواد تم ترحيلها للهيئة العامة من اللجنة لم يتم التوافق على مخارج نهائية لألة وفيه مواد مثل ما كل كان عم يسمع بده ينعاد النظر فيها وممكن ترجع تدخل بصلب المشروع طبعا بعد تعديله يعني والإقراره واللي هي ممكن تأمن مداخيل وما تشكل كذلك الأمر المهم بهذه الموازنة ليست موازنة وعدي هي مثل أن موازنة الضرورة فرضتها هذه الظروف في كل الأحوال لابد من أن نكون مع موازنة أفضل دون موازنة والصرف على القاعدة الاثنية عشرية على القليل اللي بتكون الأمور واضحة في كتير من التعديلات والالتزامات على الحكومة بهذه الموازنة طبعا البعض بيأخذ عليها ما فيها أي رؤية إصلاحية هذا طبيعي وهذا لازم يكون بصلب يعني بس هذه بتسجل رؤية لا أكتر حول السياسات اللي بدأت تعتمر ولكن الموازنة الكلام عن الإصلاحات وإدخالها وإقحامها بالموازنة هذا خارج المنطق الدستوري والأنومي لأنه هذا الموضوع بدون نطرح من خارج الصياق هذا بيأخذ بيأخذ بأوانين خاصة من الحكومة أو بالمساعدة بين الحكومة والكتل النيابية والبعض بيكون عبر اكتراحها طبعا هكذا بيسهل الأمر نحن أمام موازنة طبعا لابد أن تقر رغم بعض الأراء يعني ما حدا ما عنده رأي بالموازنة وما بيعتقد ولا فريق ولا تتلي هي باصمة على الموازنة كما هي بكل الأحوال أنه قرر اليوم بالمجلس النيابي أفضل من أن يتم اقرار بمرسوم لأنه كان حسابة يتحملها المواطن بالنهاية وأعباء مضاعفة ورسوم عالية طبعا كان الغاية تأمن إرادات أعلى لتكون التأديمات مريحة بالمقابل ولكن طبعا بالمرحلة الأولى كانت بدأت تحمل الناس كتير ما عنده القدرة على تحمل صحيح يعني كانوا على موعد أما الناس يمكنعو أو ينزل ويرجعوا على الشارع بالطرح اللي كانت مطروح أبدا وبالعرش تماما يعني هذه الرسوم مين قال أنه بتأمن الإرادات لأنه كله بالنهاية اليوم الظروف هي نحنا قدام قدرة اليوم الإرادات وقداء حجم الإنفاق بس مين قال أنه هذا نهاية هذا نحنا نحنا بظروف غير طبيعية عم نحنا عم نحنا 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 في كتير إملة الأعباء لما كانت متوقعة اليوم عم نحكي وقبل شوي تحت الهوى اللي عم يتعرض لجنوب اليوم من دمار ممنهج عم يقوم في هذا العدو من استهداف من شهداء وجرحة وأعباء ممتلكات وأعباء للناس بكل قطاعات الحياتية اليومية واللي طبعا اليوم تتطلب ممكن ما قربوها البعض ونحنا هلأ من ناشد الحكومة ما صرنا أنه نحكي ما ما نزيد كمان بكفل الناس كلام في كلام وسلام كتير وكلام موضوع وكلام غير مسؤول وكل كتير بهالجلسة أن الحكومة مسؤوليتها اليوم في طبعا احتياجات ومتطلبات الناس خصوصا بالجنوب وبالكرة اللي عم تتعرض صحيح في اهتمام بالنازحين وبأماكن الايواء والتقديم بالحدود الدنيا عم نشوف القوى بالمنطقة مهتمة أكثر بهذا المنطقة علينا الانتباه طبعا قدمت الحكومة بالمرحل عبر مجلس الجنوب المشكور علي قدمه بالمرحلة الأولى بموضوع الايواء مكفي مع الهيئة العليا بالمرحلة الأولى لكن طبعا هذا ما بيكفي هلأ نحن بمنطقة عم تتعرض في ناس بعد بكراها الصامدين بهذه الكرة من أعالي العرقوب من شبعة وكفرشوبة وكل كرة العرقوب وكرة منطقة حصبية إلى كرة منطقة مرجعين لبعضهم صامدين وباقيين متشابسين بأرضهم رغم القصف والدمار وما تعرضوه بشكل ممنهج بشكل يومي وصولا لنقورة رسول هؤوا بدهم تأمين مقاومات الصمود بقاء هونيك هذا عامل مواجهة وهو مقاومة وهذا دعم للدولة اللبنانية ولو موقف الحكومة اللبنانية وطبعا مسئولية مسئولية الدولة مسئولية كل اللبنانيين من تأمين الكهرباء والمي وما إلى ذلك والاحتياجات الغذائية حتى إذا استعناها للأسف طبعا حتى المحروقات معدومة والقدرات الناس اليوم تحت السفر في المناطق الحدودية صحيح يعني على كل حل هيدا ملف رح يستجد بكرة لما بتوقف الحرب بدنا نكون أمام أزمة تعويضات للناس بس نحن هلأ بحاجة لتأمين متطلبات الناس اللي باقيين بكرة كان في خطة حكومية بهذا الموضوع بعد غير غير تافية بعدنا هذه ما ما استكملت هذه الخطة وما فينا ننتظر ما هو قات نحن فيه اليوم عم نشهز حرب بالكرة الجنوبية الحربية هديك على المستوى الوطني العام ما فينا ننتظر نحن لأقرار وتأمين طبعا التمويل اللي اليوم فيه حاجة وضرورة صحيح سريعة مفترض أنه يتم التعاطي معنا قتينا على ذكر الجنوب لوين رايح الوضع الناس تسأل بده يصير فيه تصعيد أكبر شو الوضع حضرتك ابن بلدة شبعة تحديدا منطقة العرقوب اللي استهلت فيها الاعتداءات وكان عندكم إصابات أنتو بيقرقوك أول شهدة صحيح بجنوب طبعا بشبعة وأول التعرض للأماكن السكانية شو تقريمك للوضع يعني حضرتك طبعا نحن هذا الوضع اليوم ليس مستجد قد يتطور يوم من بعد اليوم قد يكون هناك طبعا بعض الهدوء لبعض الوقت نحن عم ننعيش هذا الوقع من 75 سنين نحن عم ندفع ضريبة التاريخ والجغرافيا والانتماء بهذه المناطق الجنوبية الحدودية منذ اقتصاب فلسطين ومناطقنا الحدودية كراها وبلداتها من شبعة والعرقوب على امتداد هذا الخط الحدود ووصولنا للنقرة وشعبنا عم يدفع التمن عم يقدم التضحيات اليوم طبعا بهذا الصياق اليوم صياق الصراع مع هذا العدو هذا العدو بعده يحتل جزء من قرنة مزارة شبعة وطلال الكفر شوبة جزء اللبناني من الغجر وغيرها من نقاط وصولا للبيوان بالنقرة فاضافة طبعا الى اطمعه الدائمة بكل ما نملك من طروات وحتى بتركبتنا لانه نحن على تناقض مع تركيبة هذا الكيان العنصري باي شكل من الاشكال فطبعا تطورت الامور اليوم الى اين قد تذهب نحن امام عدو بحكومة متهورة حكومة الكيان متهورة مغامرة طبعا تعيش ازمات داخلية تسعى الى توصيع هذه الحرب والعدوان على لبنان وابطر يمكن وصولا للحرب الاقليمية لانه هذا الكيان بعد هزيمته بغزة خلينا نكون ورحين لانه وضع اهداف لم يستطع تنفيذ اي هدف من الاهداف اللي وضعها على حرب الابادة اللي عمشلنا على الشعب الفلسطيني لذلك طبعا هذا العدو لا يتوانع عن ارتكاباته اللي عم نشوف كل يوم عم تتوسع وممنهجي ومو عم توفر لا الحجر ولا البشر ولا الشجر على كل المستويات وعلى كل البلدات والقراء ونحاول توصيع مداها اكتر في اكتر يوم بعد يوم ايه عم يغامر هذا العدو علينا ان نضع طبعا ما يحصل باطار التصعيد وانا بتوصل لامور لانه ايه قرار الحرب بالسلم هون اليوم عم يتأكد انه مش بيدنا ايه مش بيد البلد نحنا قرار حماية البلد بيدنا بيد المقاومة بما نملك احنا بالارادة الناس صمود الناس لا تزال لا تزال المقاومة تدير الجبهة بحكمة حتى لا توردت لبنان بمعادلة بمعادلة توازن رضع ورعب مع هذا العدو اللي قامته وكرسته من 2006 لليوم رغم كل ما قيله وكل الافكار والاراء اللي بتنطرح للأسف ما نقول على المستوى الداخلي ومحال يعني الاكتر ومعلى شيء ما حدا بينزعج تبرير المرات للعدو والحد يفعل وكنا مرأنا على 1701 ووصول الجيش وبالأمس نحكي عن الموضوع احنا اكتر ناس موتواجدين على الحدود وعاية مقتب الشريط الحدودي الجيش اللبناني موجود على اخذ سمتي متر من هذه الحدود ويواجه ببسالي مرات واستهدف في الهيبي في كتير من المرات وكان يكون مستنفر عندما يستنفر استهدف امتر وعنده اصابات طبعا ودائما قدم شهده الجيش اللبناني على الحدود الجنوبية في المواجهات الجنوبية بغيسا من اليوم فلا حتى نحن الاسم 1001 فما بدنا نحن محاولة تفسيره من جانب احادي خدمة لهذا العدو هذا العدو ومن يحاول طبعا من حركة الموفدين ان يطرح مبادئ معينة ومفاهيم جديدة الاسم 1001 هو فقط طمأنة هذا العدو لان كل اللي كان عم بحركة الموفدين هي كيفية طمأنة المستوطنين والمساعدة في اعادة المستوطنين الى المستوطنات واشاعة الهدو داخل حدود الحدود المحتلة لا اكتر وبالعكس حتى الافكار اللي كانت تنترح طبعا بس لبنان الرسمي كان متمسك بثوابته وخياراته السياسية الوطنية واللي اعلمها لكل الموفدين وهذا اللي قاله دوتر رئيسنا بيفري والرئيس الحكومي رئيس ناجيب ميات طيب يعني بهذا الاطار كانت زيارة هوكشتاين دكتور الى بيروت حكي بمسألة يعني ان اوقفوا حزب الله ان اوقفوا المقاومة بعد اللهجة عالية طبعا من الموفدين الدوليين واضح واضح ان ابعده مش بس هاك يعني هذا الموضوح وكان الجواب واضح يعني الجواب دوتر رئيسنا بيفري كان واضح انه الافضل وين عطيه الهود طبعا ان تنقل الى الحدود طبعا ننقل اللي طاني للحدود الافضل هو من هذا الطلب الغير منطقي والغير مقبول طيب يعني وتم ابلاغه بالرفض وتم التأكيد على انه عندما يتم البحث فالانسحاب سيكون من كل شبر من الارض المحتلة من مزار الشباة وطلع الكفرشوبة الى الغجر الى كل النقاط ولبنان يزتزم اذهبوا الى هذا العدو اذا كنتوا تريدون ان تطمئنوا هذا العدو وانت تبحثوا في الهدوء على الحدود الجنوبية فابدأوا في غزة مبتدأ وخبر الهدوء هو في غزة لانه هذه الحرب وسعى هذا العدو وحكومته في كحرب ابادة بوجه الشعب الفلسطيني اوقفوا الحرب على الشعب الفلسطيني في غزة وبعد اذن نبحث لترعى الشجرة هو ينزل حاره يعني نحن مش امام اي تسوي سياسية لانزال هذا العدو لكن اليوم بالمساعي المصرية دكتورو القطرية بدفع امريكي يعني ربما هناك توجه لدى حكومة الحرب الاسرائيلي بالقبول بهدنة شهر ربما عم نحكي نحن طيب خلال هذا الشهر نحن دلق بعد اي وخلال هذا الشهر هيك يعني عم يحكي الاعلام العداخ يمكن التفاوض على جزء من الاسرق مش كل الاسرق طبعا تبقى ورقة قوية بيد الفصائل المقاومة الفلسطينية اليوم اليوم الفصائل هي ورقة القوة الوحيدة بايدا بايدا ومفترض استخدامه وفق ما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني وكذلك المقاومة بفلسطيني عم الطالب بوقف كل لاطلاق النار طبعا وعدم الخضوع وما خضعت ابدا بالعكس رفضوا الافكار الاولية اللي طرحت عليهم بالاسبوع الماضي طيب يعني اللي كنت بدي اسألك بهذا الاطار لما بصير في هدنة في غزة تنسحب الى الجبهة الجنوبية يعني بتخف تبرد تبرد وليس تتوقف على مدى التزام هذا العدو لانه احنا عم نشوف المقاومة عم بيكون رد مدروس هادف انما طبعا هذا العدو ما عم يطونا عن ارتكاباته العشوائية وممارساته العدوانية وقصفه العشوائي للاماكن السكنية ويوم بعد يوم عم تزيد وطيرة هالقصف بالامس يعني غدم اكتر من 13 منزل بكفر كلها ومنازل مباشرة بالخيام والضافة الى استهدافات من يومين بشبعة وبكفر حمام وبرشاية الفقار وخراج الهباري حتى بالامس واستهداف وابتربة من الاماكن السكنية صحيح باقليمية تأجيجة يعني هي رسائل للامريكيين لا يدفعوا أكثر باتجاه التهديئة لأنهم عم يحاول لأول مرة هذا العالم المدعي وهذا المجتمع الدولي يفتح أبواب الحج إلى هذا الكيان وكل أنواع الدعم وهذا العدوع يحاول يستفيد ويورد هذا المجتمع الدولي بإدارة الأمريكية وغيرها من خلال هذا الحضور اليوم ليستثمر عليه لا أكثر ولا أقل طيب دكتور يمكن بعد عنا أكلم من دقيقة رح تكون مزارع شبعة بالمرحلة المقبلة يعني بالتفاوض على النقاط المتحفز عليها والبيوان رح تكون خارج هذا التفاوض على اعتبار أنه يعني اليوم هناك من يملك ورقة أنه اذهبوا إلى السوريين وحلوة معهم وخريعة تتسبب وهذا للأسف هذا للأسف يحاول بعض الداخل قبل الخارج إثارته والأضية تتطلب قناعة لبنانية بالبداية وبعض الفرقاء المنمتنعين ونحن عم نتواصل ونتواصل معنا حتى القوى السياسية التانية لعندها رأي آخر أننا لدينا ما لدينا من أدل وثبتيات وقراء تؤكد هوية هذه المزارع ولبنانيتها وفي كل الأحوال كل هذا الملف برمته هو في الإطار السياسي وليس القانوني ولو كان هذا المجتمع الدول ومنظمته الدولية فعلا جادين بمساعدة لبنان لا يحتاج الأمر لا ورقة ولا إلى وثيقة من سوريا لأن كل الوثائق تؤكد ذلك وهناك رسائل واضحة من كل المسؤولين السوريين بدأ من رئيس الجمهورية رئيس بسرط شارل الأسر على منبر الأمم المتحدة قال هذا الكلام وفي باريس وعام 2000 بنفس السنة عدا ذلك وزراء الخارجية في مقابلاتهم حتى الوزير الخارجي الصابت فاروق الشرع أبلغ لارسن عام 25 أيار عام 2000 يوم كان يدون على موضوع خطوط أن مزارع الشبعة مباشرة أبلغ أن مزارع الشبعة هي لبنانية وهناك رسائل أرسلت إلى المتحدة مسجلة في الأمم المتحدة ورسالة مندوب سوريا في الأمم المتحدة ميخايل وابي سجل رسالة إلى الأمم المتحدة إلى الجمعية العامة ويؤكد أنه منحق لبنان طبعا في استعادة أرضي المحتلة في مزارع الشبعة وكلها لكبر الشبعة شؤون ما تبقى أكثر من ذلك هذا تأكيد في موضوع الخط النهائي حول متر ومترين ونص متر هذا نحدده نحن وسوريا عندما يتم تحرير الجولان وطبعا إعادة مزارع الشبعة إلى أصحابها هذا موضوع ما أنا مختلف رغم أنه فيه وثيقة تاريخية من سنة 46 باللبنان والسورية بتأكد وين أنه الحدود من لبنان والسورية بالمنطقة المزارع هي حدود الملكية العقارية اللي مسجل بالدواء العقارية وليمثبت وصائقة موجودة فيه حجز بهذا الموضوع يعني تعود إلى مقابل 1948 عبدلا لا 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 لتنينة واربعين ولتلاتينيات صحيح يعني فيه منتجعات المنتجع عند هذا الكيان جبل الشيخ هذا المستندات القانونية اللي بتثبت ملتيتنا بالسنة الثلاثة وثلاثين بالسنة الثلاثين نعم قبل القيام هذا الكيان واقتصابه فلسطين نعم نحنا للأسف وقتنا انتهى سعدت النائب الدكتور قاسم هاشم عضو كتلة التنمية والتحرير شكرا جزيلا لحضرتك اليوم بانتظاركم اليوم بإقرار هذه الموازنة هيك تفهموها أكتر لللبنانيين والبيحملوكم أمانة مصلحة الناس المفترض هي الأساس نحن جزء من ناسنا نحن منحزين لمصلحة الناس وما كان حتى اللي عم يطرح موضوع موضوع هلأ هو اللي يشاغل بالناس الودائع ونعرف هذا الأمر وهذا المفترض يكون مادي أساسي إذا فيه عدله فيه وفيه حق هذا الموضوع لا ينتقص منه طبعا أبدا فيه أساليب كتير لتثبيت هذا الحق وليس فقط قوانين ورقية يلا ان شاء الله عيون المودعين على همتكم دكتور بدي أشكرك شكرا جزيلا مشاهدينا نشكر لكم حسن المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر